السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم قناة أم الميور لتفسير الأحلام بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معي في القناة وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معي في القناة أحبتي في الله يريد تشتركوا معي أكتر وتتوصلوا معي أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية القامل في المنام علي ميدول ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسالم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة لرؤية القمل وعزاكم الله لو الرؤية شافة منامه رؤية القمل رؤية القمل من الرؤيات اللي هي بتبقى رؤيات تحذيرية للرؤي وعليه ان هو يتوخى الحذر من هذه الرؤيات لانها الرؤية بتضل على حاجات كتيرة جدا للرؤية اول حاجة ممكن يكون رؤية القمل لو الرؤي شافة منامه في قمل في شعره هنا بيدل ممكن ليه على ان هو هي الفترة القادمة ليه تكون فيها مشاكل او هموم بالنسبة للرؤي وعليه توخى الحذر من هذه الرؤية يعني ياخد باله من المشكلة حتى لو صدفته ان هو عنده مشكلة ياخد باله ان هو يقدر يحلها بحكمة وبعقل وان هو يخرج من موضوع المشكلة ده بدون خسائر كمان رؤية القمل في المنام ممكن تكون بتدل كمان على تفسير لها اخر ان ممكن يكون الرؤي حواليه اشخاص مخادعين في حياته وان هما بيتظهروا ليه بان هم اشخاص او اصدقاء مخلصين ليه ولكن هما في الحقيقة مخادعين ليه رؤية كمان القمل في المنام بتدل كمان برضك على ان الرؤي بيكون فيه حواليه اشخاص كمان عايزين يقذوه او يحاولوا ان هما يسيطروا عليه بان هما يقذوه بيتظهروا ليه بان هما مخلصين ليه وكويسين ليه فيا اما بيكونوا اشخاص عايزين يقذوه او هما اشخاص مخادعين للرؤي اما لو الرؤي شاف فيه منامه ان هو بيتخلص من القمل اللي هو موجود فيه الشعر هنا بيدل ليه على ان هو بامر اللي تعالى هيتخلص من اما الاشخاص اللي هما الاعداء ليه او الهموم والمشاكل وكونوا ان هو يشوفهم بيقتل القمل او بيتخلص منه ده دليل على التخلص من المشاكل والهموم بامر اللي تعالى او الاشخاص اللي هما الاعداء ليه طب لو الرؤي شاف فيه منامه ان القمل بيخرج من شعره وبيمشي على الجسم بيمشي على الجسمه الجسم يباين فيه المنام وهو شايف نفسه ان القمل بينزل على جسمه بيخرج من الشعر وينزل على الجسم هنا بيدل بقى لانها رؤية حذرية جدا جدا للرؤي لانها بيدل على وجود اشخاص سيئين جدا ليه الرؤي بيتحدثوا بكل ما هو سيء للرؤي وبيحاولوا ان هما يشويهوا سمعته يعني بيتكلموا عليه كلام مش كواسفة بيشويهوا سمعته والله اعلى واعلى اما رؤية القمل الكثير في المنام بيدل ليه ان الرؤي عنده اعداء كثيرة جدا ولكن الاعداء دي انفسها ضعيفة يعني هو مجد اشخاص كتير او اعداء كتير ليه بس انفسهم ضعيفة والله اعلى واعلم اما رؤية تساقط القمل على الملابس رؤية تساقط القمل على الملابس خصوصا لو هو شاف منامه ان هو لبس ملابس جديدة وبينزل تساقط القمل على الملابس هنا بيدل على ان الرؤي ممكن يسيبه في الفترة القادمة ليه بعض الديون او بعض الخسائر المادية وعليه ان هو يتوخى الحذر من الرؤيات اللي هي تساقط القمل على الملابس عليه ان هو يتوخى الحذر من هذه الرؤية اما لو شاف ان خروج القمل من الرأس على الملابس وان هو بيقوم بتنظيف الملابس ده دليل على التخلص من الهموم او الديون او الخسائر المادية اللي كان يعاني منها الرؤي والله اعلى واعلم دي كانت رؤية صغيرة او التفسير صغير لرؤية القمل في المنام فيه طبعا تفسيرات تانية كتيرة هبقى اشرحها في فيديوهات تانية قادمة باذن الله تعالى بشكركم جدا على حسن استماعكم لي وياريت تدعموني بلايك وشيل للفيديو اي حد عنده استفسار عن اي حلم يبعتولي في التعليقات وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليه بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة